قبل ما نسيب خالص ملف بتاع غيط العنب والتصريحات اللي كان بقولها الرئيس مبارح في مشروع غيط العنب والشوقة اللي تسلمت في غيط العنب انا شفت صورة مبارح بالليل الصورة دي الحقيقة انا توقفت امامها كثيرا مش صورة لواجهة انتو مالكم 49 ليه كده دا لسه اقول يا هادي واشرح واعمل فيلم عربي وفيين الكلام ده طيب ماشي ايه طب يعني انظر الصورة صفحة 17 انا بانزل طيب اه الشوقة احنا شفنا الشوقة والعمارات مبارح حاجة تفرح ومواصفات جميلة لدرجة حتى زملاء انا اللي كانوا في التصوير مبارح هما بيصوروا وبتاع قال لك احنا يريد ناخد من دي لانها بجد حاجة بمنتهى الاحترام وواصفات قدمية شكرا لكل ايد من القوات المسلحة سهمت في انشاء هذه العمارات وكل ايد كمان من الشركات المدنية اللي اشتغلت مع القوات المسلحة في انجاز هذا المشروع وعلى فكرة لا يقل عن مشروع الاصمرات اللي عندنا هنا في القاهرة الاثنين نفس المستوى واحلى كمان بس الصورة اللي عجبتني هي صورة فيها شكل تقدمي فيها احترام متناهي الحقيقة وانا رأي ان هذه الفكرة اللي هتشوفها تلقتي في الصورة يمكن مش موجودة في عمارات حديثة كتير من العمارات اللي بتعملها اكبر شركات تطوير العقاري في مصر انظر بقى الصورة صفحة 17 دي خلفية العمارات يعني ده المنور المفروض على عمارات خلفية مش وجهة العمارات اللي على الشارع بصوا حضراتكم بقى العمود اللي في النص اللي رابط العمارة من تحت الفوق ده كله ده عبارة عن مصورة ده عبارة عن مصورة مجالفنة واللي مش عارف يعني مجالفنة مجالفنة يعني متعالجة بمادة الجالفنة علشان ما تعفنش انا اسف لاستقنام اللفظ يا محسن من صباحش العفونة او البكتيريا او كذا او كذا ايه ده بقى ده مش اسنصير حضراتكم ده مصورة لجمع القمامة او بالبلدي كده زي ما بنحنا بيقول بالبلدي مصورة الزبالة في العمارة هذه المصورة مسكهة من الدور الارضي لحد الدور الاخير وقدام كل مصورة في الدور بس مش باينة اوي عشان المصورة مغطية عليها فيه فتحة صغيرة ده دي في المطبخ يعني المصورة دي معمولة عند المطبخ وقدام المصورة فتحة صغيرة قدام المصورة بحيث ان ست البيت مش محتاجة تحط انا اسف في اللفظ صفيحة الزبالة في المطبخ وبالتالي تطلع صفحة الزبالة قدام الشقة فالقطة تيجي تقلب الصفيحة فتجيب مش عارف ايه او تحطها قدامها بالعمارة فالشرية هتحول للمقلة بزبالة مفيش الكلام ده كل ستة اول باول في المطبخ تطلع الزبالة اللي عندها تحطها في الفتحة دي الفتحة دي هتنزل في المصورة ايوه اللي معمولة عليها شفت بقى انظر الفصل حسابة 17 وشغل التربية والتعليم بتاع زمان ده تنزل الزبالة في المصورة المجالفنة دي لحد الصندوق الكبير اللي تحت اللي انت شايفينه الاسود ده اللي هو البيزن بيسابوه بيزن بيزن يعني وعاء كبير كده يلم كل الزبالة بتاعت العمارة بحيث ان شركة النظافة ما تجيش بقى لا تلف على الشقة تخبط وتقول الزبالة ولا تنزل تلمها من الشارع ولا تدور فين زبالتكو لا تيجي تاخد الصندوق ده تقوم قلباه في العربية بتاعت الزبالة وتقول برجع ما كانوا فاضي وتاني يوم دواليك 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 اتسترا اتسترا الاخ 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 فكرة جميلة جدا فكرة بسيطة جدا فكرة نضيفة جدا 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 ياريت ياريت كل الشركات التطوير العقاري اللي بتبني عمرات وشوأة حتى في انا بقول لكم انا رحت دخلت كومباونز فخرة اللي هي خمس وسبع نجوم بجد ما لقيتش الفكرة دي اه طبعا هناك الزبالة اللي هي لان في شركات نضيفة بجد بتاخد فلوس كويسة بجد بس في النهاية الفكرة نفسها ما لقيتهاش فيه ارقى وافخم الفنادق القتلات وال والفنادق والعمارات الحديثة فنفسي كل الشركات التطوير العقاري اي مقاول دلوقتي بيبني عمارة جديدة ينفذ هذه الفكرة هتساعد الحكومة جدا في فكرة جمع القمامة جدا بدل ما يبقى عندي خمسمائة مكان لأجمع منه الزبالة هو وعاء واحد ومحطوط في مكان أمين ومتغطي وزي الفل يتشال ويرجع يتحط مكانه